السلام عليكم لماذا يجب عليك تنظيم أمورك المالية وأن تكتسب المهارات التي تجعلك قادرة على التحكم بمصرفاتك ونفقاتك اليومية كيف يمكن لك أن تعيش مثل باقي الناس في راحة واستقرار مادي وتنعم بالرخاء الاقتصادي وأن تدخل بسهولة إذا أحببت التعرف على هذه الإجابات فعليك الانتظار بعد هذا الفصل لنستعرض مع بعض أهم التقنيات والمهارات والطرق التي تساعدك على تحقيق ذلك أهلا وسهلا بكم جزيزة عزيزة المشاهدين أحب أن أذكركم بداية من الاشتراك في قناتي وضغط على زر الجرس لأصلكم كل جديد وما تنسوا مشاهدة البرامج والحلقات المجانية والكورسات التي نرفعها على قناتي لتستفيد ويستفيد غيرك من الناس وأن أنت تعمل على نصر القيمة والعلم والمعرفة وأحب أن أذكركم أيضا بالبرنامج الإرشادي يطور ذاتك طور حياتك طبعا أنا أحط لحضراتكم اللينك أو الرابط في وصف هذه الحلقة اللي بحب يطلع على هذا البرنامج وتفاصيله ممكن يجد في السوشيل ميديا على الفيسبوك أو على الستردام أو في وصف الحلقات التي نحن بنزلها على قناة يوتيوب واللي بحب يشترك طبعا إراسين أهلا وسهلا به في هذا البرنامج عزيزي المشاهد إذا أردت أن تكون نجحا في الحياة على المستوى الشخصي والمهني عليك أن تتعلم وصول التخطيط المالي التي تجعلك ماهرا في إدارة مصرفاتك ونفقاتك اليومية واللي ممكن تسمح لك أنه أنت تدخر جزء من المال أو الراتب الشهري اللي بتخل عليه بالتالي ممكن أن تستخدم هذا المال المدخر في الاستثمار وبالتالي هيك أنت بتحقق أهدافك اللي أنت بتصبو إليها عشان هيك لازم تكون مخطط مالي رائع أعزائي المشاهدين وبنيش إلى أول نقطة مهمة جدا وهي لازم نفهم يا أخواني الله فاضل مع بعض أنه المال نعمة المال نعمة وسوف تسأل عنها أمام الله عز وجل وسوف يسألك من أين اكتسبت هذا المال وفيما أنفقته عشان هيك لازم نحن نكون حاذرين في التبذير في هذا المال ودائما نرشد من نصاريفنا والاستهلاك اللي هل المساكل في حياتنا الدنيا عشان يكون الحساب علينا يسير إذن هذا واجب ديني وشرعي وهو مدعا للحفاظ على هذا المال وخلينا أيضا نتطرق إلى النقطة الثانية وهي الهدف من تنظيم المال شو الهدف من تنظيم هذا المال أخواني الأفاضل هو هدفين أساسيين أنه إحنا نحصل على الاستقرار المالي والراحة تمام وأيضا نحصل أو نوفر جزء من هذا المال من خلال الإدخار أنه إحنا من الدخل 10% من هذا المال أو من الراتب أو من الدخل الشهري في سبيل أني أنا أحطه في شيء أستثمره في مشروعه في أسهم واتفار كان المشروع اللي أنت بتستثمر فيه ولكن أنت بتوفر جزء كبير لأنه تستثمر في هذا المال ويعود عليك بدخل إضافة أيضا أخي الكريم ونكمل مع بعض أعزائي المشاهدين ونتكلم عن أنه ممكن أنت أخي الكريم المصاريف تسبب لك مشاكل عصبية ونفسية ليش؟ لأنه أنت تجد أنه أنت غير قادر على توفير المصاريف لأسرتك وإحتياجاتهم وبالتالي يصبح معك مشاكل عصبية ونفسية وللأسف أنت هنا وين بتركز أخي الكريم؟ على مين؟ على الدخل تمام؟ أنه الدخل ما بيكفيك لكن أنت ما ركزت هنا على المشكلة الكبيرة وهي المصاريف المصاريف أنت ما ركزت على نفقات اللي أنت بتصرفها يوميا واللي ممكن هي بتكون السبب الكبير فإنه سبب لك المشاكل العصبية والنفسية وتجعلك غير موفر لإحتياجات أسرتك وعائلتك وبالتالي يتسبب لك العصبية والنفسية جراء من زيادة المصاريف وعدم التحكم بنفقاتك اليومية وأما بالنسبة لنقطة الرابعة فخليكم معي إخواني الأفاضل موضوع الراتب يعني زي ما تشوفي أنا قسمت ثلاثة أقسام الراتب حيكون جزء منه الدخار وبينما الجزء الآخر هو مصروف وهذه هي طبعا النقطة الثانية المصاريف هي اللي بتستولي على مين على هذا الراتب يعني كثير من الناس يا جماعة من ثمانين لتسعين بالمية بحول الراتب اللي هو مصاريف يعني أحيانا مية بالمية بحوله إلى مصروف ويتلاشى عن موضوع الإدخار وعن موضوع الاستثمار وهذه هي المشكلة اللي احنا بنعاني منه أخواني الأفاضل عشان هيك احنا اليوم ان شاء الله من خلال تقنيتنا وطرقنا لازم احنا نغير هذا المفهوم مفهوم الراتب انه يذهب 100% إلى المصاريف لا انت اليوم لازم تقسمه إلى ثلاثة أجزاء لازم تخلي جزء منه الدخار وجزء منه مصروف وجزء منه أيضا استثمار احرص على هذه ثلاثة معين الأخي الفاضل عشان انت تنجح في إدارة مصرفاتك ونفقاتك اليومية وركزوا معي زيانا مشاهدين في النقطة السادسة وهي الاحتياجات الاحتياجات طبعا زي متشفين اخواني الله فاضل قسمناها إلى احتياجات أساسية واحتياجات غير أساسية الاحتياجات الأساسية هذه هي من سميها الاحتياجات الضرورية التي لا يمكن الاستغناء عنها في يوم من الأيام أما الاحتياجات الغير أساسية فممكن أن تستغنى عنها طيب ستقول لي ما عن الاحتياجات الأساسية بحكي لك شغلات أنا ما باستغنى عنها نهائيا مثل الطعام والشرب وإيجار والسكن وأجرة التعليم وأجرة الفواتير والاتصالات الانترنت وما إلى ذلك من يعني وظائف الحياة اليومية لأنت ما بتقدر تستغنى عنها نهائيا وما بتقدر تعيش بدون أخي الفاضل بينما الأشياء الغير أساسية والاحتياجات الغير أساسية انت بتستغني عنها يعني مثل رحلات التنقل الترفية شراء السيارات مثلا التنقل موصلات يعني اشياء كتير انت ممكن يعني مثلا شراء ساعة ثمينة الكماليات اللي انت بتحتاجها اخي الكريم يعني هذه انت ممكن تستغني عنها او ممكن ان تقللها وترشيدها لاقل يعني شيء ممكن او كمية ممكنة يعني مثلا سنويا عشان هيك لازم اخي الكريم انه انت تجعل نظريتك انه تركز على الاحتياجات الاساسية والضرورية وتستغني عن الحاجات الغير اساسية وخلينا اعطيك بعض المعايير يعني الاشياء المهمة اللي انت بتحتاجها الاشياء التي لا يمكن الاستناع عنها الاشياء اللي انت ما بتقدر بتعيش بدونها هادي اشياء اساسية اخي الكريم وحاول انه انت لما تشتري الاشياء والاحتياجات فكر في هذا الحاجة اللي انت بديت تشتريها هل هي مهمة لك هل هي انت بحاجة اليها هل بتشكل وبتفرق معك في حياتك اخي الكريم عشان هيك لازم انه انت تفكر في الشغلة بدك تشتريها اقل شيء ثلاثة ايام لانه كثير مننا بتصرع وبشتري شغلة ما بيحتاج اخي الفاضل فعشانك دائما فكر اعطي نفسك مهلومين او ثلاثة وفك فيه هل انت بتحتاج هذا الشيء اللي بدك تشري ام لا لانه انت ممكن يتغير رأيك بعدك اخي الفاضل فما تتصرع ودائما خليك متأني في شراء الاحتياجات الخاصة بك ويقول وارم بافرت الملياردير الامريكي بتكلم انه اذا انت اشتريت الحاجات اللي ما بتحتاج لها بكرة ممكن تبيع الحاجات اللي انت بتحتاج لها من اجل ان تنطق على نفسك اخي الكريم. عزيزي المشاهد بعد هيك بنجي للخطوة السابعة وهي عمل قائمة. القائمة شو بتحكي اخي الكريم? انه انت لازم من اليوم وطالع. يعني بعد مشاهدة هذا الحلقة اخي الكريم حاول ان انت تقرر تسجل كل مصرفاتك اليومية واللي انت بتشتري فيها من احتياجاتك الاساسية وغير الاساسية. اعمل ورقة ودفتر او قائمة من يعني او او ورقة عادية وقلم وسجل يوميا كل شيء انت بجيب اخي الكريم. يعني اعمل جرد حساب مع نفسك. يعني كل المصروف اللي انت بجيبه ولا شيء اللي انت بجيبه سجلها اخر كريم وشوفها بشكل يومي. بعد هيك اعمل جرد شهر يعني في اليوم الثلاثين حاول انه انت تشوف كل الاصناف والاشياء والبنود اللي انت بتشريها دائما. هتعرف نفسك وحتقيم نفسك اخي الكريم. شو الاحتياجات الاساسية اللي انت بجيبه والاحتياجات الغير اساسية. ومن هنا بتكون نقطة الانطلاق لنفسك اخي الكريم والبداية في ان انت تركز فقط على الاحتياجات الاساسية والضرورية لاحتياجاتك اليومية والمعيشية. اذا اخي الكريم بنأكد على هذه النقطة السابعة انه هدفها معرفة وين المال بروح على الاحتياجات الاساسية ام غير الاساسية. فانت هيك بتحدد نفسك اين مالك يذهب اخي الكريم وفيما تنفقه. بالتالي هتصبح اقدر على ادارة هذا المال. واقدر على انه حصر نفقاتك فقط في الاشياء الضرورية والملحة لحياتك الماشية اليومية. وخليني اجي معك اخي الكريم ل النقطة الثامنة وهي شراء الاحتياج الضروري. طبعا احنا بعد ما قيمنا في النقطة السابعة انه اين المال يذهب الى الاحتياجات الى السيام غير الاساسية. الان في النقطة الثامنة او الخطوة الثامنة بحاول اركز اني ابدأ اشتري فقط الاحتياج الضروري لنفسي. شو انا بحتاج بشكل اساسي يعني من نفقات بتخص ايجار السكن او التعليم او الطعام والشراب او مسلا الملبسة الضروري جدا مش يعني اه الرفاهية اه ممكن النفقات الاساسية يعني بحاول انا اقنن نفسي على اني اشتري فقط الاحتياج الضروري بعد ما قيمت نفسي وين المال بيذهب. فعشان هيك لازم تكون النقطة الثامنة مهمة جدا اخي الكريم انه انت تركز على شراء الاحتياجات الاساسية وتكون صادق مع نفسك. عزيزي المشاهد بحب اكد يعني قبل ما اه اني هذه النقطة شراء الاحتياج ضروري بحب ا ذكرك انه ابدأ بالتدرج. ما تحرب نفسك من الاشياء التي يمكن استغناء عنها يعني بالكامل. لا حاول يعني درجة درجة حب حب ستيب باي ستيب. حتى تتعود على الاستغناء عن هذه الاشياء اخي الكريمة وهذه البنود حتى تصل يعني إلى مستوى جيد من اللي هو الدخل والحياة المعاشية ممكن بعدك ترجى تتدرج أنه أنت تشتري الحاجات الغير أساسية ولكن أنا بنصحك ابدأ بالتدرج يعني حتى لا ترجع لنفس الطريق اللي أنت بدأت منها أعزائي المشاهدين وصلنا معكم لنقطة التاسعة والمهمة جدا وهي الادخار طبعا هي أكبر فائدة أنحنا بنجيها أعزائي المشاهدين من اللي هو التحكم بمصاريفنا ونفقاتنا اليومية أنه يصبح لدينا المان الوفير اللي إحنا ممكن نتدخر من خلاله وإحنا طبعا هنشوف كيف أنه إحنا ممكن نتحكم بمصاريفنا ونفقاتنا في المنقاط القادمة أو الآتية خليني يعني أشوف معك أخي الكريم الادخار أولا يجب أن تدخر 10% من دخلك سواء كان 100 دولار 500 دولار أو 1000 دولار لازم أخي الفاضل أنت تدخر 10% من دخلك طبعا شرط الادخار أنه لازم يكون في مكان لا تصل إليه أبدا يعني ممكن تخليه مع والدك والدتك مع أخوك مع أختك في بنك يعني في حساب بنكي في الحصالة في أي مكان أنت يعني تضمن أن لا تلمسه أبدا لفترة زمنية طويلة جدا وهذا المال ما يتلمسه إلا في وقت الكوارث في وقت الحوادث في وقت الطوارئ في اليوم الأسود لأنه نحن نعيش منقول للمثلة ما هو قرشك الأبيض ليومك الأسود عشان أخي الفاضل بنحكي لك أنه هدف الادخار كمان أنه بيجعلك أنه أنت تشعر بوفرة مالية تشعر بثروة تشعر بعدم حاجة للمال ليش؟ لأنه كثير من الناس اللي وقت أخي الكريم يعني واحد بياخذ دخل أو راتب قطع هذا الراتب بيكون عنده ادخار هو الدخار تقريبا مثلا 6-7 شهر أو سنة سنتين فبالتالي عنده يعني مبلغ مالي بيقدر يمشي حاله ويقف على الرجل أخي الكريم فبيقدر يعني يدبر حاله وممكن يبدأ مشروعه الخاص عشان هيك بنقول أنه لازم تخلي قيمة نسبة دخلك 10% يعني من 6 إلى 7 شهر على الأقل على الأقل أنه أنت تخلي الريج توفر من هذا الراتب أو من هذا الدخل أخي الكريم 6 إلى 7 شهور تعمل هدول حسابك في حصالة أو في أي مكان في حسابك البنكي ما تلمسهم أبدا طبعا بعد ما أنت تدخر من 6 إلى 7 شهور بيبقى عندك مبلغ من المال بتشعر به بالراحة والاستقرار المالي والوفرة ممكن أنت أخي الكريم بعد 7 شهور في ناس يعني بيتجهوا أنه العشرة بالمية الخاصة بالإدخار هذه يودوها لمن؟ لحساب الاستثمار اللي احنا تكلمنا عنه هنا شايفين كيف؟ أنه ممكن هذا يساهم في الاستقلال المالي أنه ممكن باع عشرة بالمية يتراكم في حسابك الاستثماري ممكن أنت من خلاله تبدأ مشروعك الخاص أو تبدأ حريتك ووصولك للحرية المالية لأنه عشرة بالمية على مدار سنة 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 ثلاثة أخي الكريم صير عندك مبلغ كبير ممكن تبدأ في مشروعك الخاص أو حتى أي فكرة أنت يعني بتفكر فيها عشان هيك أقرب نقطة أو أقرب طريق إلى أنه أنت تنال حريتك المالية ويتمارس اللي هو مشروعك الخاص أو تبدأه من خلال الإدخار أخي الفاضة لو أنت ما حبيت تستثمر العشرة بالمية في حساب الاستثمار ممكن تخيلهم أخي الكريم يعني في حسابك للحالات الطارئة لكن لازم تلتزم بأنه يكون عندك عشرة بالمية من الراتب أو من دخلك لازم تشيله على جانب للحالات الطارئة أو في حساب بنكي أخي الكريم إذا أنت ضامن مش هتلمش ذلك المال وخلينا أختم هذه النقطة أعزائي المشاهدين بملاحظة هامة جدا لن تبدأ بالإدخار إلا عندما تبدأ بتوفير الاحتياجات الأساسية فقط وتستغني عن الحاجيات الغير أساسية أخي الكريم اتكلمنا عنها أول الحلقة إذن لن يبدأ الإدخار لديك إلا عندما فقط تلتزم بشراء الاحتياجات الأساسية فقط وفقط وفقط وإحضر من هذه النقطة وطبقها أخي الكريم وأيضا يعني بيحكوا في المثل أن متعة الإدخار لا تضاهيها متعة لأنه أنت تشعر بالاستقرار الماني وبالغناء وبالوفرة وبالتالي متعة الانفاق هي التي تسلب منك المال أخي الكريم عشان هيك احرص أنه أنت تستمتع بالإدخار احرص على أنه أنت يعني خطوة بخطوة عشرة بالمية عشرة بالمية يعني حاول أنه أنت تستشعر بالأمان المالي بالاستقرار المالي لأنه هذا ما بيسلب منك مالك بل يرجع إليك مالك ليس مثل من الانفاق وركزوا مع أعزائي المشاهدين في النقطة اللي هي مهمة جدا توزيع النسب المالية كيف إحنا حنوزع الدخل اللي بيجينا إخواني على فاضل الدخل الشعري أولا هذه النسب يعني هي تقريبا نسب يعني خلال نقول ستاندرد أو شبه ستاندرد أنت ممكن يعني ما تلتزم بها لكن التزم باللي حواليها أو بالنسب اللي أنت يعني بترغبها ولكن خليك حوالي تلك النسب لأنه هذه النسب مثالية لذلك طيب أول نسبة هي 65% وهي تمثل المصروفات المصروفات زي ما تشفين إخواني على فاضل مثال لو كان الراتب ألف دولار أخي الكريم لو كنت أنت بتتقاضى ألف دولار والراتب اللي أنت بتتقاضى تطبق عليه هذه النسب أخي الفاضل ألف دولار بتضربها في 65% عندك 650 دولار تمام هذه لمصاريفك فقط لو أنت كنت بتتقاضى ألف دولار بعد هيك بيجي موضوع الصدقة الصدقة مهمة جدا إخواني إلا فاضل لازم أنت تعطي يعني في سبيل الله عز وجل حتى ربنا يعطيك وربنا طبعا كريم هو أكرم منك لأنه أنت شو أنت طبعا تخرج من مالك بيرجع لك أضعاف مضاعفة تمام وهذا وارد في القرآن وفي الحديث الشريفة أنه يعني وما تفقه من شيء فهو يخلفه تمام إذن 5% في ألف دولار إخواني الأفاضل بديك 50 دولار لازم أنت تنفقه للفقراء والمساكين هذه مهمة جدا إخواني الأفاضل وهي هذه تشعرك بالغنى والوفرة هذه مهمة جدا موضوع الصدقة حتى يعني الغير مسلمين بتكلموا أنه لازم أن تخرج من مالك لأنه بيرجع إليك أخي الكريم وهم بيحكوا أن الطبيعة سوف يعني تأتي لك وترد لك الخير بالضعف طيب النقطة الثالثة في توزيع النسبة المالية 10% للاستثمار وحكينا إخواني الأفاضل موضوع الاستثمار وهذا موضوع الادخار مرتبطين يعني هناك المستثمرين والبيتموا في البزنس وإنشاء المشروعات والاستثمارات يعني بيحاولوا أنهم موضوع الاستثمار يشيلوا له 10% ويشيلوا الادخار أيضا 10% ويحطوا 20% في مين في حساب الاستثمار خلينا نتكلم هنا كل نقطة لوحدها يعني بتخصص 10% الاستثمار يعني حاول أنه أنت طبعا زي ما تشاهدون 10% في ألف دولار 100 دولار استثمر المئة دولار هذي أخي الكريم في نفسك يعني لو أنت ما تفهم في الاستثمار أو ما إلك علاقة في المستثمرين أو في المشاريع الاستثماري والبزنس حاول تستثمر هذه المبالغ في نفسك يعني علم نفسك دورة مهارة يعني خذ كورس جديد تعلم شيء معين هذي كل أخي الكريم وكتف تحلك بابرزق لنفسك في تطوير مهاراتك تمام؟ أيضا النقطة الرابعة هي 10% للإدخار للإدخار هو طبعا لليوم الأسود للحادث الطارق لشيء أنت ما بتتوقع ممكن لشراء منزل لشراء سيارة أنت بتحلم فيها لمستقبل أولادك واتفر كان الغلط أنت ممكن تستخدم فيها للإدخار أخي الفاضل زي ما حكينا هذا 100 دولار أيضا هذا طبعا طول العمر لمن يعني لا يهوى موضوع البزنس أنه يستثمر الإدخار في البزنس ممكن أنت تخليه صندوق لوحده يعني هذا شيء برجالك أخي الكريم لكن هناك من يرغب بأنه بيستثمر الإدخار في حسابات الاستثمار عشان هو يزوج من دخل أخواني الله فاضل وهيك أنا وصلت معكم أعزائي المشاهدين الآخر نقطة في توزيع النسب المالية 10% للترفية 1000 دولار في 10% ب100 دولار هناك يعني 10% وكتخصة لرحلة لعشاء لوجبة يعني فاخرة للزهة لرحلة لسفرية صغيرة للزهة خلوية وهكذا يعني ممكن أنت العشرة بالمية هذه تستثمرها في أي شيء له علاقة بالترفية أخي الفاضل ولكن يعني خلينا أحطي لك ملاحظة يعني بين قصين أنه هناك بعض الأشخاص بفضل أنهم يعني هادي يرسلوها في حساب الاستثمار عشان يعني طبعا تكبر من مشاريعهم والبزنس الخاص فيهم وتكبر من إراداتهم وبالتالي إرادهم ودخلهم يعني لأخي الكريم عشان هيك هذا إشيء بيرجع لك واللي ممكن أنت يعني تشوفه لصالحك واللي مصلحتك تفعله أخي الفاضل بحب أنوه أيضا لنقطة أخي الفاضل أنه إذا أنت لم تتحكم في مصاريفك ولم تقنن من هذه المصاريف والنفقات سوف تعيش في الفقر يعني طول العمر وحتعيش بالأقصاط والديون وحتضلك يعني ملحوق ومدون لآخر عمرك فأخي الكريم حاول أنه أنت تلتزم بهذه النسب اللي احنا وضعناها هذه أساس متين وقوي أنه أنت تبدأ رحلة الغناء من الآن وهذا الخط أخي الكريم لو أنت اتبعتها يعني بحكي لك من سنة إلى ثلاث سنوات أنت حتكون أخي الفاضل إن شاء الله يعني من ضمن من الأغنياء واللي بتعدوا عن الفقر هتقول لي طيب أنا هذه الخط أخي الكريم ما بتنسبني أخي الفاضل بحكي لك أنه أنت تشوف إيش اللي بناسبك يعني بحسب دخلك يعني لو أنت دخلك متوسط أو أقل من المتوسط ممكن أنت يعني تقلل النسبة أو تجد النسبة يعني مصروفاتك ممكن تدخلها بدل 65% 30% يا أخي الكريم وحاول تخصصها للمصروفات يعني هذه النسب يعني ممكن أنت تدخلها مرنة ولكن التزم بنوع من النسب ما تخلي حياتك والنفقات يعني يعني هي المسؤولة عنك أخي الفاضل تمام إذن حاول أن أنت تحط ضابط وحاكم لمصاريفك ونفقاتك عشان أنت تخرج من دائرة الفقر أعزائي المشاهدين وخليني أختم هذه حلقة اليوم إن شاء الله تعالى بجدول المصروفات اللي ممكن أنت تتبعوا أخي الفاضل وزي ما حكينا في بداية الحلقة ممكن من خلال ممكن خلال ورقة وقلم يدوية ممكن من خلال يعني شو الأداة المريحة لأي لكم مناسبة لك أخي الكريم استخدمها وأنا بفضل جامعة تستخدم ولو أنتوا حبين أنا أرسل لكم النموذج يعني ممكن أنا يعني في عندي نموذج ممكن تستعينوا في أخواني الأفاضل لكن يعني بلغوني في التعليقات بهذا الكلام طيب خلينا نشوف الجدول الأول الجدول الأول طبعا هو يعني جدول مصريف يومية عندك البنت طعام إيجار سكن فواتير المصروفات اللي أنت بتستخدمها حسب طبعا أنت مصروفاتك عندك اليوم السبت الأحد اثنين ثلاث الأربعة الخميس الجمعة طبعا أنت لازم تدون أخي الكريم كل المصروفات يعني يوم السبت يستهلك الطعام وشراب وما إلى ذلك من البقالة وتسجلوا هنا في الخانة هذه الإيجار مثلا خلائنا نقول الإيجار ممكن يومي أو الإيجار مثلا عندك ممكن شهري أخي الكريم تدونه في هذه الخانة لو كان إيجار شهري لأنه في الآخر أنت حتفرغ الجدول اليومي في مين في الشهري اللي هو حيشكل لك من جدول مصريف السنوية في هذا الجدول الشهري مثلا ليناير بعدك السكن عندك مثلا ممكن مستلزمات سكن يومية أو مثلا شهرية الفواتير طبعا مثلا ممكن يومية أو شهرية وتإظهار يعني نوع المصريف اللي أنت بتستخدم أخي الكريم في عندك جدول لليومية وجدول لميين للشهرية اليومية طبعا يمكن الغالب الغالب اللي هي بتكون دائما للبقالة ممكن آخر اليوم شو أنت صرفت يعني تشوف شو البنات اللي صرفت البنز صرفت ممكن ندونها أخي الكريم في هذه يعني التصنيفات وأنا بنصح يعني أحيانا في بعض الناس يعني بيكسل يسجل المصاريف البقالة يومية لأنه هي احتياجاتها السريعة وكثيرة ومتنوعة ومتشعبة ممكن أنت تخصص لها يا أخي الكريم مبلغ مالي أو ممكن آخر اليوم بتقدر يعني قديش شهرت من البقالة وتسجل الرقم مثلا في هذا اليوم أو ممكن تخص مبلغ شهري مثلا للبقالة لأنه احتياجاتك كثيرة ومتنوعة بالتالي يعني أنت بتريح نفسك تقدر المبلغ اللي أنت بتحتاجه الشهري وتدونه عندك في هذا يعني الجدو ولكن لازم يكون جدو الصادق ومعبر ولكن أنا بنصحك برضو حاول تسجل هذه المصاريف يعني كأول شهر يعني أول تجربة أو ممكن يعني أسبوع أو شهر عشان بس لازم تقيم نفسك زي ما احنا حكينا في البداية أنه لازم تقيم المصاريف اللي أنت يعني بتصرفها بشكل شهر أو بشكل يومي وتسجلها عشان تعرف وين بتروح لفلوس يا أخي الكريم تمام اتفقنا على الجدول هذا وجدول هذا لو لزمك جداول نماذج ممكن أنت يعني تشيريلي بالتعليقات وتراصلني يعني وأنا إن شاء الله حساعد أي شخص يعني بيطلب استفسار على قناة على الوصاب يتوجه إلي بالسؤال وأنا ممكن أزوده بالإجابة إخواني الله فاضل أعزائي المشاهدين هيك أنا بكون وصلت لنهاية حلقتي لهذا اليوم بتأمل أنه هذه الحلقة عجبتكم إن شاء الله وتساعدكم في التخطيط لمصاريفكم ونفقاتكم اليومية والشهرية وتخرجكم من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى والوفرة المالية بتمنى إن شاء الله لو في سؤال أو استفسار ما يعني تترددوا في الاتصال والتواصل على السوشيال ميديا وعلى قناتي على اليوتيوب بتأمل إنكم تشاركوا هذه الحلقة وما تنسوا تعملوا الإعجاب واللايك لأنه بصراحة كتير من القصور والتقصير يعني بشاهدوا أنا في الحلقات اللي برفعها على قناتي إنه ما في عجبات ما في لايكات ما في شير لهذه الحلقات بتمنى يعني تشاركوا هذه الحلقات اللي أنا برفعها دوما ويعني دعوة في ظهر الغيب والدعم لنا بدعوة يعني أنا هذا أقل شيء ممكن اتوجهه لأي لي أخواني على فاضل وبختم حديثي بقول الله عز وجل ربنا عليك توكلنا وإليك أنا ابن وإليك المصير وإن شاء الله إن شاء الله تطبقوا هذا الكلام الوارد في هذه الحلقة لأنه هذا الكلام مهم جدا ويلزمه التطبيق للعمل والتزام أخواني على فاضل ووصيكم بالتدرج أهم شيء التدرج ثم التدرج ثم التدرج يعني وما تنسوا مشاركتي في البرنامج التدريبي الإرشادي اللي أنا رفعت هذا البرنامج على حلقات على اليوتيوب أيضا على السوشيال ميديا لمن حابب نشارك بهذا التدريب طور ذاتك طور حياتك ليساهم في عملية التغدير ونساهم يعني مع بعض في أن نتبادل الخبرات ونغير من ذواتنا إلى الأفضل ونرتقي بأنفسنا إن شاء الله يعني لتحقيق أهدفنا في هذه الدنيا أنا هيك بسيبكم وبتمنى شوفكم في حلقة قادمة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة